طيحين نلعب السوبر المصري، أربع فرق مصرية، كبار الفرق المصرية لعبنا مبارح مباراتين كويسين، الجمهور حاضر بقوة، التنظيم رائع، المدرجات مليانة الصورة حلوة، اللعيبة مهزبة ومش عاملة مشاكل في أرض الملعب كل حاجة ماشية زي الفل مبارح بنتكلم على الكورة المصرية، وإزاي تبقى مشرفة، وإزاي نوري الدنيا كلها قد إيه إحنا مشرفين، وقد إيه إحنا في الكمة، وقد إيه إحنا رائعين، ومهزبين، وجمال، والوزاز، وكل الحاجات الحلوة دي تخلص المباراتين وتلاها أزامات بدون داعي وهنتكلم على واحدة 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 كهرباء هنا مع النادي الأهلي ومع مرسل كولر واحدة سلاسي الزمالك مصطفى الشلبي ودونجة ومحمد صبحة عاملين مشكلة مع أمن الأستاذ أمن الأستاذ ده المنظمين اللي في الأستاذ وأزمة بدون لازمة هنا، وأزمة بدون لازمة هناك والملخص بتاع الموضوع ده إيه؟ ملخص الموضوع إن إحنا فعلياً والله ما بقناش نعرف نستمتع ما بقناش نعرف نلعب، ما بقناش نعرف الرياضة وقيمة الرياضة تحس إن إحنا بنخرج من أزمة نخش الأزمة وأزمات مفتعلة وصغيرة وكان ممكن إن إحنا تلشاها وحاجات يعني بنضع فيها وقت، بنحرق، طول الوقت بنحرق بنحرق بنزين عالفاضي، حمونة بقى يا جماعة وتعالنا نتكلم الأول على قصة كهربا، بعد كده أجيلك على قصة لعبي نادي الزمالك عارف أنا بقولك الكلمة دي ليه؟ بقولك تعالك نبقى على قصة كهربا وأكلمك على قصة لعبي الزمالك إنه برضو بقى فيه موضة دماتي الأوي، اللي هو إلحق ده أتكلم على موضوع كهربا إلحق ده ما أتكلمش على الزمالك، إلحق ده أتكلم على الزمالك إيه الحق؟ ده ما تكلمش على موضوع الكهرباء لا يا جماعة إحنا بنغير من بعض في إيه؟ يعني إيه الغيرة الحلوة دي؟ أنا ياسف يعني إيه الغيرة الوحشة دي؟ كلها مشاكل وأزمات للأسف يعني